مصر علاقتها علاقة ممتازة النظام الحالي علاقته علاقة ممتازة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي هناك مصالح ممتدة هناك حماية للأمن القومي هنا وهناك هناك دعم من كلا النظامين لبعضهما البعض وبالتالي بيكون غريب جدا أن دولة الاحتلال تتحرك تحرك له علاقة مباشرة بالمصالح المصرية دون التنسيق مع مصر أو أن مصر ما تكونش موجودة في مشهد زي اللي نتكلم عنه دلوقتي موقع عربي 21 نشر الحقيقة خبر عن توقيع اتفاق شراكة بمجال الطاقة ما بين دولة الاحتلال واليونان وقبرص الحقيقة عنوان مهم لماذا استثنت إسرائيل شركتها مصر من اتفاق تصدير الغاز لأوروبا بيقول التقرير أنه في غياب مثير لمصر الشركة التجارية والاقتصادي والاستراتيجي والأمني لكل من مش بس دولة الاحتلال يا جماعة ده كمان لليونان وقبرص وقعت الدول الثلاث اتفاقية شراكة بمجال الطاقة الأهم عالميا لتصدير الغاز من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أوروبا وللربط بين شبكات الطاقة الخاصة بهم وفقا لما نقلته وكالة رويترز التقرير العربي 21 نشر الحقيقة في مجموعة من التفاصيل المهمة وأيضا مقتبس من انتر برايز ومن وكالة رويترز تعالوا نشوف مع بعض إيه الحكاية وليه دولة الاحتلال استثنت مصر من اتفاق شراكة زي دا وأيضا لليونان وقبرص ما قالوش احنا محتاجين مصر معنا في اتفاقية كهذه طيب بيبدأ التقرير بيقول أنه قبرص واليونان وإسرائيل وقعوا اتفاقية شراكة بمجال الطاقة وسط تساؤلات حول غياب مصر عن تلك الاتفاقيات المليارية الهمة قبرص اقترحت تسريع وصول الغاز بإنشاء خط أنابيب جديد يربط حقول الغاز الإسرائيلية بالبحر المتوسط بمنشأة تسييل قبرص المشروع هيعد منافس لخطط مصر لتسييل الغاز الإسرائيلي وهنا الحقيقة أنا محتاجة أتوقف شوية يعني مصر بتحاول تتصالح مع تركيا والعلاقات تكون كويسة والسيسي يقابل أردوغان ويروح له أنقرة وأردوغان يجي القاهرة والأمور تبقى تمام لكن من العقبات هي علاقة أو بعض الأجزاء المتعلقة بالمصالح المصرية مع قبرص واليونان وسط توتر كبير بين تركيا واليونان وقبرص في بعض الملفات وبالتالي هنا أنا الحقيقة مستغرب جدا ليه قبرص بتشتغل بالطريقة دي على رغم من أن مصر مدى جسور تعاون كبيرة جدا ما بينها وما بين قبرص في الأعوام الماضية هنا قبرص عايزة تعمل خط تسهيل جديد بعيد عن الخط المصري هو فيه خط مصري لتسهيل الغاز الإسرائيلي لا قبرص عايزة تعمل خط بينها وبين إسرائيل مباشرة نرجع للتقرير اللي نشرته أيضا وفقا لنشرة انتربرايز بتقول اليونان وإسرائيل وقبرص شركاء ومنافسين لمصر في ذات الوقت مصر حاليا هي الطريق الوحيد لإسرائيل لتصدير الغاز للخارج لكن فيه عدة مقترحات موجودة ومشاريع منافسة لصادرات الطاقة إلى أوروبا على سبيل المثال في هذا العام اتفقت إسرائيل واليونان وقبرص على مشروع استميد وهو خط أنابيب من إسرائيل إلى جزيرة كريتي اليونانية وصولا لإيطاليا مصر مش موجودة الخط ده من المخطط أنه ينقل 10 مليار متر مكعب من الغاز سنوي وده الحقيقة بيطرح أسئلة كثيرة أيضا حول علاقة هذه الدول الثلاث بمصر ومدى احترامها للمصالح المصرية المتعلقة بنقل الغاز الإسرائيلي أو الغاز اللي موجود في الأراضي الفلسطينية المحتلة عفوا إلى أوروبا ملف الغاز في مصر الحقيقة بنكمل مع التقرير وهو ملف غامض جدا بتغيب عنه المعلومات فمثلا إحنا كنا أعلننا قبل كده الاكتفاء الذاتي وتحقيق وفرة للتصدير في 2015 2023 تراجع إنتاج الغاز الطبيعي توقفت عمليات التصدير في عدم وضوح ما نحن عارفين موقف مصر من التحالفات الجديدة في شرق المتوسط مصر لسه موجودة في منتدى شرق المتوسط لكن غائبة عن اتفاقات هامة خبر زي ده بيحتاج منأشة ومنأشة الخبر هتوصل لرأس الدولة لأنه هو اللي بيتخذ القرارات منأشة الخبر مش هتوصل عند حد مصطفى مدبولي أو وزير البترول لا الحقيقة منأشة أخبار زي كده في الإعلام المصري هناك في الحضيرة لازم هتوصل لعبد الفتاح السيسي وبالتالي ده بيفصر لك أنه هم بيتكلموا عن حرية الرأي والتعبير اللي عباس كامل بعت لهم فيها الرسالة ومش بيتكلموا على قضية مهمة زي دي بتمثل مصالح المصرية لسنوات اتفاقيات زي دي يا جماعة ممكن تخرج مصر من المشهد أصلا بتاع تصدير الغاز اللي جاي من الأراضي الفلسطينية فهي في العليك باب باب لعملة صعبة وباب للاستفادة بشكل أو بآخر فليه الكلام ده لا يناقش على الهواء مباشرة ليه الكلام ده ما يتعملش فيه جلسات نقاشية بدل المسخرة اللي موجودة في الحوار الوطني بتاعة محمود طلبة ومش عارف مين واصلوا ترامب حبسوا ترامب وقفلوا له الأكاونتات وهو كلام عبثي كل يعني بدل ما احنا بنضيع وقتنا مع هذه الطفاليات السوشيال الميديوية نركز في المصائب اللي عندنا نركز في البلاوي اللي عندنا بدل مضيارة شوان يطلع لهم الزكا والمواطن وانا زعلان منك وانقول للرئيس ايه اطلعوا اسألوا الرئيس عن الاتفاقيات دي اطلعوا لولو يا عب فتاح انت فين من اللي بيحصل ما بين اسرائيل والونيان وقبرص ولا جماعة انتو يعني ما هو برضو فيه فيه نقطة لازم لازم نبقى فاهمينها الاخوة اللي موجودين في مصر متصدرين المشهد في الاعلام وفي السياسة وفي الحوار الوطني هم محتكرين للوطنية يعني هو بيطلع وقولك احنا الوطنيين والناس اللي برا دول خوانة الناس اللي برا دول اعداء الوطن دول مش عايزين مصلحة البلد طب يا سيدي انا بكلمك دلوقتي على مصلحة البلد بقولك ان فيه اتفاق بيحصل انت مش موجود فيه ليه اه دي مصلحة البلد مش مصلحة البلد الجلسة يعني الجلسة المش موضوعية ومش منطقية ومش مفيدة بتاعت الحوار الوطني دي مش مصلحة البلد لكن مصلحة البلد ان انتو تناقشوا الاتفاقية دي وتشوفوا احنا ليه مش موجودين مع دولة الاحتلال وقبرص واليونان في موضوع زي ده اتمنى انه حد يرد علينا اتمنى ان حد يخلي عنده دم وحس وطني بجد مش الفنكوشي اللي موجود في الحوار الوطني وكلام الفارغ ده ويرد على هذه الاسئة شكرا للمشاهدة